طيب سيدي مسلس الحكم الرئاسة والبرلمان ورئاسة الحكومة هل هذا المشروع نضج بالقدر الكافي ويلقى القبول بالقدر الكافي وهل السياسي العراقي يرى أنه قادر على التعامل مع هذا المسلس المجرب سابقا في المنطقة العربية بالفعل نظام البرلماني قد يكون نظام جديد على البيئة العربية وعلى العراق ولكن نحن كنا بين خيارات صعبة أن نذهب إلى نظام رئاسي فيه وحدة قرار ومركزية قرار ويكون رئيس منتخب يشكل حكومة ويمضي لتحقيق المشروع الذي يعد به الشعاب هذا شيء طيب ولكن كان أمامنا قلق كبير من عدم إمكانية تطمين كل المكونات في هذه المرحلة وإشراك المكونات وتطمينها أمر في غاية الأهمية هذا الفائز سيكون من لون معين فمن الحكومة التي سيشكلها وكيف سيمضي كلها تساؤلات نظام البرلماني أهم محاسنة هو التشاركية إعطاء كل محافظة وزنها الاجتماعي في عدد النواب بشكل واضح وبالتالي المحصلة النهائية برلمان فيه تعبير عن التوازن المجتمعي هو الذي سيختار الحكومة هو الذي سينتخب الرؤساء سيراعي هذه التوازنات تطمين بعضنا هي الأولوية لذلك ذهبنا إلى النظام البرلماني وهو نظام صعب في اتخاذ القرار فيه القرارات بطيئة في الأنظمة البرلمانية وهي الثمانين بلد في الدولة في العالم نحن من هذه الدول لكن أن توازن بين سرعة القرار ومركزيته أو تطمين المجتمع والمكونات وجمعهم والمضيبهم إلى الأمام العراق نتيجة لظروف الصعبة التي مرت به سابقا كان عليه أن يطمئن الجميع ليحقق استقرار وثم ننطلق لاحقا الآن هناك نقاشات هل أن نظام رئاسي شبه الرئاسي مفيد غير مفيد تجري مثل هذه النقاشات تقصد أن هذه التقريبة قابلة للتطوير قابلة للتعديل وهل فكرة التعديل مطروحة في النقاشات السياسية لا شك أن التعديل الدستور هو مما أتاحه الدستور نفسه ودساتير العالم حتى الدول المتطورة والمستقرات يخضع للتعديل بين فترة وأخرى هذا يمكن أن يحصل في العراق أيضا لكن التعديلات الدستورية يجب أن تحظى بتوافق واسع حتى لا تبدو أن فيها كسر كل طرف يتغلب على الآخر يذهب ويعدل الدستور يصبح الدستور هو مورد خلاف ونحن يوم حين نختلف نعود إلى الدستور الدستور ما باته ضمن دائرة الاختلافات فيما بين القوة السياسية والمجتمعية إذن أي تعديل يجب أن يحظى به هكذا توافقية حتى يبقى الدستور ملاذ نعود إليه عند الاختلاف